السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله عن شكر النعم شكر النعم لما ربنا سبحانه وتعالى يعطينا من الخيرات والبركات الشيء الكثير اقل شيء ممكن يقوم به العبد المؤمن هو ان يشكر الله سبحانه وتعالى على ما اعطاه وعلى ما اوفى به الحمد لله ان في هذه المدة الاخيرة اداعة ثميد راديو كما تعلمون جميعا حازت على الرتبة الاولى في نسبة الاستماع ومدة الاستماع وحزن الاستماع بين الاذاعات ونبارك لهذه الاذاعاء ونشكر الله سبحانه وتعالى لهذه النعمة وايضا نتوجه بالشكر لكل المستمعين والمستمعات في كل مكان في المدن وفي القرى وفي المداشر وخارج ارض الوطن على وفائهم وعلى كل هذه الثقة المتبادلة بيننا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يديم علينا هذه النعمة وانقل لكم جميعا تحيات للمدير العام للاذاعة مولي احمد شرعي الذي يبلغكم جميعا تحياته ويبلغكم جميعا ازكى الامنيات ونتمنى ان شاء الله ان نبقى دوما عند حسن ضمنكم والشكر الموصول كذلك لكل العاملين في هذه الاداعة المباركة من اعلاميين وتقنيين واداريين وفنيين والشكر لكل من يساهم من قريب او بعيد لكن الشكر الاوفى ينبغي ان يكون لصاحب النعمة لله رب العالمين لان الله سبحانه وتعالى وعدنا ان من شكر النعمة ربنا سوف يزيده وهو القائل جل علاه واتأدن ربكم لان شكرتم لازيدنكم ولان كفرتم ان عذاب لشديد الانسان لا بد ان يتعدم فن الشكر شكر الاخرين على عطائهم وعلى نعمهم واعظم الشكر هو عبارة عن عن الاتناء وعبارة عن الاعتراف كل من اقام لك وحد الخدمة وقدم لك وحد المصلحة وقدم لك معودة لا بد ان تعترف له بهذا العطاء المعروف شيء عظيم جدا وهذا المسألة هي تربوية تربوية لان الاسان اللي هو كيتعلم وحد دوع من الاذام والاخلاق والقيام كيتعلم ان كل من صدى عليك معروف لا بد ان تجازيه وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا من صدى لكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له واتنوا عليه ولا بد ان نوطن علاقتنا بهذا الاذب الاسلامي الرفيع لهو فد الشكر واسداء الثداء لكل من قدم لنا خدمة لكن كيبقى دائما هذا الامر مرتبط بجلال الله وعظمة الله وقدرة الله الاهل الله يرون بان كل ما يقع في الوجود هو من عطاء الله لانه ليس في الموجود سوى رب الوجود كل ما يقع لنا في هذه الدنيا من خيرات وبركات ولو ان هناك اناس وهناك سلسلة تتعاقب من هنا وهناك ولكن في الاصل رب الوجود هو الذي يستحق ان يكون هو المعبود يكفي ان الله تعالى هو الذي خلقنا كنطفة ثم صرنا صرنا علقة ومضغة في بطون امهاتنا الى ان صرنا اجدنا وشقنا السمع والبصر والعقل والفؤاد واعطانا ربنا سبحانه وتعال قدرة على الكلام والقدرة على التفكير واعطانا القدرة على الحياة وكبرنا خطوة خطوة وكذا يكلؤنا بالعناية والرعاية الى ان صرنا كبارا وتزوجنا واعطانا الله فرحة الزواج والعائلة والاحباب والاخوة والاخوات وزادنا فضل الاولاد والبنات خيرات كثيرة وان تعد نعمة الله لا تحصوها ربنا لم يقل وان تعد نعمة الله او نعم الله قال نعمة الله نعمة واحدة خل نعمة البصر مثلا حاول ان تحصيها لن تستطيع نعمة السمع نعمة الفكر نعمة الاكل نعمة الهضب نعم كثيرة جدا علينا جميعا ان نتذكر هذه النعم فربنا سبحانه وتعالى يحب من عباده الشكور وهو سبحانه وتعالى اصلا من اسماء الله الحسنى الشكور فالله تعالى شكور وقد وعدنا بانه يوم القيامة لما يدخلوا العباد الى الجنة ولما يستقرون في قصورهم ويجمعهم مع عوائلهم واحبابهم وتوضع موائد الخيرات والبركات واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا الناس غير شعر بالفرحة وهالفرحة عظيمة تنتظرون اي والاحباب لما نخرج من هذه الدنيا ونحن خارجين لا محالة لا محالة لان العمر قصير سرعان ما سوف ينتهي الى اين نسير طبعا لا نسير الى الخواء والفراغ كما يقول اصحاب الفكر الدهري او الملاحدة لا اله والحياة مادة والدين افد الشعوب هم يعتقدون بعد الوفاة هناك الضلام الدامس وهناك الفراغ التام هذا كلام غير منطقي بالعكس بعد الوفاة هناك انتقال الى عالم الخلود والى عالم الدعيم وحينما يوزع ربنا الهدايا يطف على الخلق ويقول جل جلاله ان سعيكم كان مشكورا ان سعيكم كان مشكورا الله تعالى يشكر عباده المؤمنين لأنهم كانوا في الدنيا صائمين وكانوا قائمين وكانوا يفعلون الخيرات وكانوا يشتهدون في المكرمات فربنا يشكرون اهل الله يبكود يقول يا رب على ما تشكرون والكل من عندك انت الذي خلقتنا وانت الذي اعطيتنا الايمان وانت الذي وفقتنا للعبادة والطاعة وانت الذي فعلت كل هذا وادخلتنا الجنة فلما تشكرنا يا رب يعلمنا ربنا عز وجل فن الشكر لابد ان نشكر الناس والشكر ايها الاحباب الكرام هو من صفة الاخيار والابرار وفي مقدمتهم الانبياء الانبياء بدأ يلاحظ سيرتهم كلهم كانوا شاكرين سيدنا سليمان لا اعطى الله وحد الملك عظيم ليس له مثيل لا قبله ولا بعده كان يقول هذا من فضي ربي ليبلوني اشكر ام اكفر ومن يشكر فإنما يشكر نفسه وسيدنا سيدنا اللقمان كان يصيب منه كيقول يا 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 وإذا وصيدنا اللقمان منه يا بني أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه جميع الانبياء كيشكره وسيدنا نوح عليه السلام انه كان عبدا شكورا كل الانبياء كيشكره وسيدنا ابراهيم قال لك وابراهيم الذي وفى وابراهيم الذي وفى هذا هو سيد الانبياء سيد إبراهيم الخليل أبو الأنبياء قالوا لماذا وفا لماذا رب عز وجل وصفه بهذا قالوا لأنه كان إذا أكل الأكل حمد الله عليها وإذا شارم الشرب حمد الله عليها وإذا دام النوم حمد الله عليها كان كثير الحمد وكثير الشكر فإحنا علينا أن نتخلق بهذا الخلق الكريم ديال الشكر كل من صدع لنا أن يعمل شكره الشكر يكون أولا بالقلب كتشعر بأنك فعلا أنت فرحان وسعيد ومطمئن ويكون الشكر أيضا أيها الأحباب الكريم باللسان أن ما صدع لك شكرا لابد أن تتني عليه وأنك تعطيه الإحساس بأنه قام بوحد عمل جليل يستحق عليه الشكر وكذلك يكون الشكر بالعمل يعني تقدم له هدية تقدم له خدمة تكون عند حسن ضده دوما وأبدا مشت بقل عملية مستمرة لك يستحق الشكر أولا هو الحق سبحانه وثعالى وبعده الشكر يكون للوالدين لأنهم هم الذين تعبوا على تربيتك قاموا بإنجابك وربوك وعلموك ويتمدون حياتك فعليك دائما أن تشكر للوالدين الشكر كذلك يكون للأساتد والمعلمين لأنهم علمون الكثير علمون الحق والباطل علمون أن نبيز من الحق والباطل علمون أن نبيز من الخير والشر علمون المبادئ والقيم وصدق من قال قم للمعلم ووفه التبديل كان المعلم أن يكون رسولا الشكر يكون أيضا بين الإخوة والأخوات أننا ندعيش فيما بيننا متعاونين متضامنين متكافلين الشكر يكون من الأزواج الزوج يشكر زوجته لأنه أم أولاده ولأنها تقوم بأشغال بيت ليفهم شقة كبيرة من طبخ وكنس ونظافة وغيرها يشكرها على أنها تعطي من وقتها ومن جهدها لتوفر له الحياة الرغين السعيدة وطبعا الزوجة تشكر زوجها لأنه يخرج من الصباح إلى المساء يبحث عن نقمة العيش الحلال تشكره على أنه يتعب نفسه ويحرص على كسب الحلال لينفق بي على أهله ودوه الشكر يكون للأصدقاء لكي يخدوا من الدينة وكي يسادوننا وكي يتعاون معنا الشكر يكون كذلك لزمالنا في العمل بل يكن خلقوا داخل العمل وحد الجو جميل كأسرة داخل العمل كنكون بعضياتنا متحابين كنكون بعضياتنا متناصحين القوي مننا يأخذ بيد الضعيف هذا كله ناس وغيرهم يكون فينا فن الشكر لما عنده شهد الفن يتعلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان كي يوصي الصحابة أنهم يتعلموه فن الشكر واللي ما عندهش ادعي الله يعطيه ليه كان قال لي معاد نجبل يا معاد لا تدعى أن تقول في صلاتك كل صلاة اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فدائما قلوا هذا الدعاء بشربي عز وجل يحصل فينا فن الشكر فالشكر هي أن كل حولك من صدع لك معروفا فكافئوه تكافئوه بالنظرة لفي احترام وتقدير تكافئوه بالكلمة الطيبة لكيشعر بها بأن جهده ليس يدهم عمثا وهكذا دائما كلمة شكر يخلي الإنسان أنه يعطي أحسن ما عنده ودائما كيكون الشكر الأعظم لله رب العالمين ربنا عز وجل قال لنا وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم من كل ما سألتموه أعطانا كل شيء سبحانه وتعالى وفي قراءة تانية قال لنا وآتاكم من كل ما سألتموه من كل شيء دون أن تسألوا فهذا الشكر يا أحباب الكرام نحاول ما أمكن كتروا منه وهذه مناسبة مع إداعة من راديو فازت بالرتبة الأولى وهذه سنين طويلة وربما الفضل بعد الله تعالى يعود لهذا الخلق دي الشكر كل ما سمعتم بأن الإداعة حازت الرتبة الأولى أقول لكل من ما عاد في الإداعة أحباب الكرام هيا نشكر المولى عز وجل على هذه النعمة وتقعدوا في الصدارة كل من شكر الله يبقى في الصدارة والصدارة الحقيقية مش في الدنيا الدنيا زائلة الصدارة الحقيقية تكون في الدار الأخيرة لما الإنسان قد يقول لله تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فلما يقرأ كتابه غد يلقى بأن صفحة السيئات ألقى قد موحيت وغفرها المولى عز وجل وصفحة العيوب ربنا سترها وأزالها وصفحة الحسنات ربنا نباها وكترها وبركها كما قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم ينبيها لكم كما ينبي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصير مثل الجبل كتكون لقمة صغيرة ربك يكبرها كتعود مثل الجبل فهديئة لنا هديئة لنا حتى الحمد لله فرحانين كتشعروا بالفرحة مع الشعلاش الفرحة في قلوبنا ألم يقل سيد الخلقي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة يوم فطره وفرحة يوم لقاء ربه احنا الحمد لله ودعنا رمضان وكان رمضان كل خير كل عبادة وكل طاعة وكل صلاة وكل قيام وكل تلاوة قرآن وكل تهجد وكل بدل وإحسان فلما ودعناه جاءت فرحة العيد وأكيد أن هذه الفرحة اللي في العيد خلتها بقى مزال لم تزول من قلوبنا وجاءت الفرحة الثانية دي الإخلاص زكاة الفطر بل للناس كلهم الحمد لله أعطاهم الأموالهم والتوسع على الفقراء أعطاهم أكثر من القدر للمطلوب هذا خير عظيم ثم جاءت الفرحة دي الصيام ست أيام من شوال نعمة الصيام بل سام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان له كالسيام الضهر الآن نحن في شوال هذا الشهر كله غايكون دي الأفرح هذا الشهر اللي هو شهر دي الأعراس وشهر الخطوبة وشهر عقود القران غير دي الأيام الحمد لله من يتابع الساحل عامة معظم العائلات المغربية كي يقوموا بالتدامير دي الخطوبة كي يخطبوا لبنياتهم ويخطبوا لوليداتهم وكل واحد العدد منهم سمق لي بخطبوا ده من الآن كيدروا الالتفاق على عقد القران ومنهم من أقم العرس من الآن لأن شهر شوال شهر الأفراح والمسارات أمنا عائشة رضي الله عنها كان دائما فريحة وسعيدة فسألوها علش أنت فرحة وسعيدة قتلهم لأن النبي الكريم تزوجني خير خلق الله قال له علش أنت بالضبط لأكثر ساعدة من زوجاته الأخرى قلهم لأنه بنابي في شوال خطبني في شوال وعاقدني في شوال وبنابي في شوال أسأل الله تعالى أن يديم علينا الأفراح وأن يديم علينا المسارات وأن تكون إن شاء الله تعالى ياد الجلال والإكرام كل أيامنا بالخيرات أحبابي الكرام أنقوا معكم إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء المبارك وأشكركم على وفائكم وأشكركم على تقتكم في إداعة من راديو وإن شاء الله يبقى دائما الخير إلى الأمام وأنقوا مع فاصل ثم نعود لنستقبل مكالماتكم فابقوا بعد السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة الص妳 شكرا